ماذا يأكل بابغاء الضرة المطوقة بجميع أنواعها طبعا هذا رد على كثير من الأسئلة التي تأتيني عن هذا السؤال بالذات في البداية لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب فهذا يساعدنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله وهذا يساعد الفيديو على الانتشار فلا تنسوا دعم القناة بالإعجاب نساعد باشتراكك في القناة وبإعجابك وتعليقك وسوف نقوم بالرد على تعليقك في أسرع وقت ممكن ماذا يأكل بابغاء الضرة يأكل بابغاء الضرة الحبوب مثل البلكم والفلارس ودوار الشمس أو ما يعرف باللب السوري إن بابغاء الضرة المطوقة والبابغوات عموما تحب دوار الشمس كثيرا ويجب أن ننتبه جيدا عند ذهابك لشراء دوار الشمس فيجب عليك أن لا تشتري دوار الشمس أو اللب السوري الذي تم قليه والذي تم إضافة الملح عليه فذلك مما يضر بصحة الطائر فهذا يجعله يتناول قدرا كبيرا من الملح وهذا مما يزيد من فرصة شرب الطائر للماء وهذا مما يسبب له الإسهال فيجب عليك أن تشتري الحبوب المخصصة للعصافير والبابغوات وتكون هذه الحبوب بدون إضافة الملح وبدون القلي إذا عليك أن تشتري دوار الشمس من مكان مخصص للعصافير والبابغوات وكذلك يأكل بابغاء الضرة الفزدق أو ما يعرفه بالفول السوداني يأكله كذلك أيضا بدون قلي وبدون إضافة الملح علينا أن لا نقدم لهذا البابغاء أي أطعمة تحتوي على الزيت أو على الصلصة أو على الملح بأن بابغاء الضرة يأكل الأطعمة اللينة مثل البيض ومثل القمح المنقوع أو القمح الذي تم سلقه عن طريق الماء وكذلك جميع أنواع الحبوب مثل الفاصليا وكذلك مثل حبوب الأرز وكذلك مثل المكرونة المسلوقة كل هذه الحبوب يتم وضعها في الماء المغلي حتى تلين وكذلك يأكل بابغاء الضرة وكذلك جميع أنواع البابغوات تأكل الضرة الأخضر الذي لم يجف بعد أما الضرة الجاف فيتم وضعه في الماء المغلي حتى يلين ثم يقدم للبابغوات والطيور كذلك يأكل بابغاء الضرة الخضروات بجميع أنواعها وهو يعشق الهندباء أو ما يسمى بالمصرية بالسريس أو ما يسمى بزهرة الربيع كما هو واضح في الفيديو وكذلك يأكل الخص ويأكل الجرجير والفجل ويأكل كل أنواع الخضروات ويجب غسل الخضروات قبل تقديمها للبابغوات والطيور كذلك يأكل بابغاء الضرة الفواكه وهو يعشق التفاح ويجب تنظيف التفاح جيدا وتنظيف الفواكه قبل تقديمها للبابغوات ويجب أن لا تكون مثلجة كما أنه يأكل جميع أنواع الخضروات كالجزر والخيار والكوسة وجميع أنواع الخضروات الأخرى ويجب عليك أن تقوم بالتنويع للطائر هذا ومن الممكن أن تذهب إلى محل العصافير والطيور والبابغوات لتشتري وجبات جاهزة للبابغوات احذر فلا ينبغي عليك أبدا أن تمنع الطيور وأن تحرمها من الحبوب فبعض الناس لا يقدم لبابغاء الضرة ولا يقدم للبابغوات عموما إلا الفاكهة والخضروات وهذا خطأ كبير فالطيور تحتاج إلى الحبوب وتحتاج إلى البلكم والفلارس وعليك أن لا تكثر من وضع البلكم وعليك أن لا تكثر أيضا من وضع دوار الشمس وقد تكلمنا عن النسبة المناسبة لوضع الحبوب مع بعضها هذه الخلطة قد تكلمنا عنها في فيديو سابق سوف أترك لكم الرابط في الوصف وفي نهاية هذا الفيديو أرجو أن تكونوا قد استفدتم معنا بكل ما قدمناه لكم المعلومات ولا تنسوا دعم القناة بالأعجاب والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة